بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضرتكم. أنا اسمي إسلام حرفي. ودي كنار اسمها بتاع تاتليك يعني كلمة النهاردة على براءة انتر ميلان وريال مدريد في دارة بطالة أوروبا. مباراة كنا بنتصر منها ان احنا نشوف اداة كويس من الانتر. وكالعادة اندوني كنت بيزبك لنا ان انا ازبطع اداة ولا بتاع الكلام الفاضي ده. وحلوة مالها لرباليك. ما عنديش اي مشكلة معها. وزيدة زيدان انها التانية بيقولك ان انا لو بلعب فرقة على الورق كبيرة بقى من معهم الصحة. يعني مثلا انت خير ريال مدريد في عزو معارش اكسب انتر في جوزيبي ميانزة سبحان الله. بروندو وكمان روندو الظاهرة. وكمان كمهام ربارتو كالوس وفيجو وزيدان نفسه. معارش ان هم يكسبوا انتر في جوزيبي ميانزة. وسبحان الله اللي اكسبوا هم اللي دريجو واللي اكسبوا لوكاس فاسكس. اي عدم كرة القدم كده. ما لهاش اي ستين ملامح. بس مشكلتي ان دايما منع انتونيو كنت بيبقى ثابت. تلاتة اربعة واحد اتنين. بطول الفتال بيكون صنع لعاب اللي هو اكتب ازاي يعمل حاجة. ما عنديش مشكلة يلعب بيه صنع لعاب. بس مشكلتي انك لما تكون حاداته ديكة اريكسون فاليمة ترامي ليك يا ازمة. اه وممتاز جدا في الحالة الدفعية وترجع تدفع به. وهتلب الترال تلاتة خمسة اتنين. بس ما عندوش فكرة هجومية خالص ان هو يمتلك لاتنين مهاجمين باي كور بينية او اي كور فيه هرامة ان هو ممكن يبقى ان هو صنع لعاب. اه بيزيد. اه الراجل كان ليه كرة خطيرة. الناس كانوا بتقول ان يا درب الجزاء وممكن تكون درب الجزاء. هي نفس اللي عبادينشة ببعض الاعانة بتاعت ناتشو لاتحسبت درب الجزاء. عرب راليلا والكورة بتاعت ارطور فيدال اللي اتحسبت حاجة لما فران اتدخل معها. بس لما فران اتدخل مع الناس كده تشكت ان هي درب الجزاء. ما هي ممكن تتحسب اه بس بصراحة رد فعلي. ارطور فيدال كان مبالغ فيه اوي. ويستهل الطرد بصراحة. فموضوع ان هو اتزال ان هو خد ما خدش درب الجزاء ممكن يكون نوعا ما صح. فموضوع ان انت تقول والله هو اتدبح بالطرد. لا او هو الطرد يستهل لان هو بصراحة زودها قوي في الاعترض على الحكم الانجليزي. بص يا مشكلة بالنسبالي. المفترض اللي كنت بيشتري اسماء لعيبة كبيرة. فاللعيبة الكبيرة يكون عندها خبرة. فمتقوليش ان الاحبزة يوطر فيدال ويطرد في الايئة ويأخد فيها نظرين. ده خبرتي ده انا موالسة. سيبك ان انت عندك جرالديني وعندك كمان باريلا عندهم مشاكل برضو في دور صناعة الالعاب اللي هو. طب بالنسبة لنفس الملعب ده. لا ما احنا هدلعب على اطراف وعلى حكيمي. وهدلعب على ايش في يوم. تمام انت بتلاعب زين الدين زيجان النهارضة. زين على الورد بيلعب لك بين 4-2-3-1. بس جوها الملعب ما عندوش اي مانة ان هو يلبها 4-1-4-1. عشان خاطر بتلاقي ان فيه تقدمات للعابة ريال مدريد. والكرة مع لعابة انتر ميلر بيحاول ان هم يبدأوا بتلاقي ان فيه ضغط و بتلاقي ان لعابة ريال مدريد. اغفر عليهم زيجان تعمل للعابة. لو غلطت هنا بيقدر ريال مدريد ان هو يجيب حدف بسهولة. وكالعادة لعابة انتر لما بتحاول ان هي تطلع بالكرة صحة. و بتحاول ان هي تلعب طولية. على لوكاكو عشان خاطر ترتكز عليه. بتلاقي ان والله يوم عندهم مشكلة. يعني لما لوكاكو بياخد الكرة و بينزل بيها. لبال الله وبينزل بيها. لفيدال بتلاقي برضو ان هو مش عارفين ان تصدروا فيها. ولا هنعمل ايه. بتلاقي ان كمان لعابة ريال مدريد. قدرت ان هي ترجع بسرعة جدا لاماكينها. وترجع بسرعة جدا ان هي تلعب تحت الكرة. وتحاول تلعب عن مرتدات. حتى الصحة قولنا زيدان ان هو بيرمي ادن هزارد على اشرف حكيمي. دايما زيدان بيحب يثبت لاشرف حكيمي ان انت بتهاجم بس. وانه مفيش باك في العالم بيهاجم بس. غيرك انت هو مرسله فقط. انت هو مرسله وتلعبه مع بعض فرائل مدريد. كانت هيكون مشكلة سوية بصلاحة يعني. لان اشرف حكيمي بيهاجم كتير. وهو اتقرر ان انا هلعب من وراه. خليه هو يزيد. انا هلعب من وراه ادن هزارد. هيكون ثابت فلو عنك وهيتحرك على الاطراف. علشان خاطر يحاول ان هو يساعد دفاعيا بوكاس باسكس. ويساعد دفاعيا فرنالد مندي. ويساعد كمان مارتين اوديجار اللي ممكن تلاقيه فجأة كده من لعيب بصنع العاب. ينزل بوكس بوكس عادي علشان خاطر. توني كروس بيتحلل الموضوع ده ان هو بينزل تحت يبقى مستاك. تالت علشان خاطر يدي للعيبة الاريحية. ان هي تلعب بعرض الملعب علشان خاطر ملعب. يبقى واسع سيادة علشان خاطر ريال مدريد تقدر ان هي تلفل اكبر مساحة قدام لعيبة انتر ميلل. فتلاقي لعيبة انتر ميلل. اللي هم عندهم حافزة اساسا على الاداعة تلاقيهم. تعملوش اي حاجة وبوه الملعب غير ان هو بيباصوا لبعض كور وسيارة. لعيبة انتر ميلل لو عادت دار على الفرص اللي عملوا وشو ده الاول. ماكيش غير هي وكرة بتاع ضربة الجزاء. ريال مدريد تقدر ان هو يخلق فرص يعني الكرة بتاع الفرندي ميندي. اللي هو سبحان الله يعني انت مسته ارضه وشو تباو على شمالك معدول. لأ انا هلعب عرضه. براحطك يا بعمل اللي انت عايزه انتو كده 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 متعبين نفسيا. شو اول بيخلص على واحد صف. لأ نفكر ان احنا نشتغل ان احكي الشمال شوية. نزل بريزيتش مكان لو طرى مارتنيز. وطلع بستوني ونزل مكانه. طيب بروشيو علشان خطر ادي حرية شوية الاشرف حكيمي. علشان خطر مش حكيمي اللي مش عارف يا ايجمع علشان خطر مغفول عليه. لأ ده في مشكلة وراها عشان خطر. بلعب براس كرينير فلعها يرجع كرينير بنحت الشمال. وحط مكانه ديمبروزيو. وطير بقى عم عشر براحتك انا زبطها لك اهو. طير انت. والناحية التانية برضو هضغط عليهم بريزيتش. والناحية التانية شوية كده عشر دايق وانزل لك رودريجو علشان خاطر. تبقى انت هلين هنقفل على بريزيتش واشلي يوم. والناحية التانية تلاقي كمان ان مندي اقفل هو ورودريجو. واول ما رودريجو بينزل بيجيب لك العلب بعد اول عشر ثواني. الكرة الخبرت في ريلا حكيمي ما تعرفش يا حسبت اونجون. على اشرف حكيمي وانت حسبت رودريجو. علشان خاطر لمباراة. فرقة مملة بطريقة غير طبعية. بصراحة الله يكون فعول جمهور لنترميلا. الناس كانت مرحانة بالصفقات اللي بيعملها. لا يا بدا بيشتري العيبة فوق التلاتينات. يا بدا بيجيب العيبة. خلاص زمانها راح. لا يقولك لا. كنت بيحاول ان هو يطبق فلسفته. وبعد ما يطبق فلسفته يا ستا. ويتطبقها في تشيلسي. وبعد ما كده جابت خيرها وثبت في الاخر البلح بتاعها. وان برضو كان عندنا مشكلة في نصف الملعب. بس دلوقتي باسمانها ان شاء الله عندك مشكلة في نصف الملعب. وسبحان الله بنزل الاركسون في الجاية ستة وتمانين اللي هو. الله علي الاخلاق يا فخر القونتي. هتقولك تابعي حشان تتكلم على قونتي كده. اقولك مفيه وبرهات كنت بيدارها سيئة. فلازم تقوله عني هو خرب الدنيا. تمام برهات زيدان بيدارها. بطريقة ممتازة جدا. مرعبة رايما دي بتكون في الجيم وفي اليوم بداحق. لازم تسقف اللي تقوله ما عملتوا جيم كويس جدا. حتى لو انت وستشجع للمدريب. هي الكرة كده. انما هتوقع التطابل دايما لمدرب. وتوقع التطابل دايما لمدرب. وتقول ما هحترمي الكذا وما هحترمي. وعمرك ما هتوقض لرأيي من دماغك. وهتلاقي نفسك فجأة كده. بتمشي زي ما الناس ما عايزت. وانا يقولك مباررة النهاردة. بتثبت قدية انطوليو كونتي مدرس كيميا. ريش عمو بيحبش غير الحاجات اللي في دماغه. اللي نركحته قبل كده. وخلاص يبا الحاجات دي تهرست وتحفزت. اما زيدان مدارس الإلعاب الممتاز. بصراحة يعني اللي يبدأ اللي هو. حتى فران اللي كان يبقى سيئ في كل مباراة. النهاردة فران عمل ديم كويس. وهناك شعال جيم ممتاز جدا. سبحان الله. هي سالكة. يوم اللي روب بريجل اللي عيجت انتر. وصعود لغاية المدريد. وبروسيا موكشة للباخ ومسلين المباراة بتاعتهم. علشان خاطر نشوف والله الدينة بالنسبان لنا رايحة فيه. ومين هيبقى الأول ومين هيبقى التالي. وإحنا بنشوف الدنيا كده مش تخسر حاجة لعملت ريك. ولا تخسر حاجة لعملت ريك. وقلت لي.